اشتركوا في القناة مختلطة للمحترفين والتي اقيمت امس بالعاصمة جروزني والتي شارك فيها نخبة من اللاعبين الشيشانيين ومن مختلف بلدان العالم ويأتي ذلك على هامش زيارة سموه الى جمهورية الشيشان وذلك تلبية لدعوة الرئيس الشيشاني لحضور فعاليات احتفالات الجمهورية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة جروزني وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان رياضة فنون القتال المختلطة تشهد تقدما وازدهارا بالبحرين بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عحل البلد المفدأ حفظه الله ورعاه للقطاع الرياضي والذي اسهم في تبوء هذه الرياضة مكان مميزة على خارطة الرياضة الدولية من خلال ما حققته من نتائج وانجازات مشرفة ساهمت في وضع البحرين في خانة الدول المتقدمة على صعيد هذه الرياضة العالمية واضف سمو ان العمل الحكومي من رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء يلعب دورا مارزا في استبرار العملية التنموية الشاملة في قطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين من خلال المشاريع التنموية التي تطلقها الحكومة والتي تساهم في دعم البنية التحتية لهذا القطاع وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن المتابعة والجهود الكبيرة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تنفيذ رؤى وتوجيهات عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من خلال وضع الاستراتيجيات التطويرية والبرابج والخطط التي دفعت الألعاب الرياضية المختلفة لا سيما رياضة فنون القتال المختلطة لتطوير وتقدم مستوياتها على الشكل الذي يضمن لها تحقيق مزيد من الإنجازات لسجل الرياضة البحرينية وقال سمو إننا رسمنا رؤيتنا الخاصة برياضة فنون القتال المختلطة والتي ترتكز على مواصلة الجهود في نشر وتعزيز ثقافتها في جميع دول العالم من خلال الخطوات التي اتخذناها في سبيل تكوين قاعدة صلبة في مملكة البحرين والتي ساهمت في تشكيل منتخب وطني قوي قادر على تحقيق الإنجازات وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ولم تقتصر رؤيتنا على ذلك بل كنا قد حددنا الهدف الرئيسي في أن نجعل من البحرين وجهة رئيسية في هذه الرياضة العالمية ليس فقط على مستوى استضافة وتنظيم البطولات ولكن بإطلاق بطولة بحرينية ذات أهداف عالمية وهي بطولة بريفة والتي عززت من مكانة المملكة كدولة متقدمة في هذه الرياضة وقد أشهد سموه بالتجربة الرائدة لجمهورية الشيشان في رياضة فنون القتال المختلطة مؤكدا سموه أن النجاح الشيشان في هذه الرياضة يأتي بفضل حرص واهتمام فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف على دعم الجهود الرامية لتعزيز رياضة فنون القتال المختلطة ليس فقط على المستوى المجتمع الرياضي الشيشاني بل على المستوى القاري والدولي كما وأشهد سبو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بقوة المنافسة وما قدمه اللاعبون من مستويات كبيرة عكست ما يتمتع به اللاعبين من قدرات وإمكانيات قتالية واضحة اكتسبوها من خلال التحضيرات الجدة والمشاركات المتواصلة في مختلف البطولات